سؤال الثاني لو سمحت كنت عايزة فتوى في ترميم سقف مقبرة هل ده حرام علشان حرمة الميت ولا ايه سؤال الثاني عمل العظامة ونقل عظام الموتى للعظام حرام ولا ايه سؤال الثالث هل يجوز الفتح على متوفى لم يتم عليه او ما مرش عليه 40 يوم لدفن ميت اخر وفي حالة لا يجوز هل يجوز دفنه مع السيدات هو بخصوص سؤال الاول اللي حرج بتسألي فيه وهو انك هتعمله سقف ليه المقبرة علشان حرمة الميت يجوز نعم يجوز ترميم سقف المقبرة بالذات اذا احنا خفنا عليها انها تقع وده بقصد عملنا ده بنقصد منه ان احنا نسطر المتوفى لانه لابد من اكرام الانسان في كل وقت ولقد كرمنا بني ادم لكن بيراعة في ذلك حرمة الموتى وان احنا قدر الطاقة يعني ما نكشفهمش لانه حرمة الانسان وهو ميت كحرمته وهو حي بل اشد كمان وهو ميت لانه لا يملك ان يدفع عن نفسه شيء فالمؤمن للمؤمن يعني يبقى ستر لاخوه او لاختي فاي يبقى فيه ستر لهؤلاء وعدم كشف هؤلاء الموتى وبنراعي كمان ان احنا وإحنا بنعمل التسقيف ده للقبر من بلغش في عملية الترميم من حيث الانفاقات وكده بخصوص سؤال عمل العظامة ونقل العظام عن عمل العظامة فلا بأس بذلك ما دعت اليه الحاجة والضرورة من اجل التوسعة في المقبرة عشان يقدروا يدفنوا ناس تانية خاصة في تربة زي طبيعة خاصة زي تربة الارض في بلدنا مصر لانها تربة طينية رخوة ومش هي صخرية جبلية لكن بنراعي في جمع العظام لمن مات ومرت عليه مدة كبيرة بيراعة في ذلك التكريم والتكريم للانسان حيا وميت مش عشان متوفة وعظام متوفة أتعامل معها باستهانة لا أعرف إن أنا القرآن أمرنا والوحي الشريف أمرنا بإكرام الإنسان وهو أشد في الحالة دي فنتعامل بإكرام وإحنا بنجمع هذه العظام إكرام ذلك المتوفة بخصوص السؤال الثالث اللي هو دفن الرجال مع النساء الأصل دفن الرجال مع الرجال والنساء مع النساء ده الأصل لكن لو ده على الضرورة حصل شيء ضرورة اضطرنا إن إحنا ندفن أحد الجنسين مع الآخر مفيش مانا لكن بيتم وضع ساتر ترابي على الأقل كده نعمل زي كوم التراب كده ساترة ما بين إيه؟ ما بين الأجساد والله تعالى أعلى وأعلم